بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله طيبين طاهرين أهلا بكم اليوم ومحاضرة هذا الأسبوع المحاضرة الأولى لهذا الأسبوع بعد ما أخذنا المحاضرات السابقة الملاحظة الخاصة رقم واحد اللي كانت تتحدث إذا علم أو طلب معدل تغير قانون لشكل هندسي فإن ذلك القانون يمثل علاقة أساسية ملاحظتنا ومحاضرتنا لهذا اليوم رح تتركز على الملاحظة رقم اثنين اللي كتبناها بالدرس الماضي لكن مش رحنا عليها اليوم رح يكون إن شاء الله الشرح التفصيلي لهذه الملاحظة دشوفون المثلث الأسود والمثلث الأحمر بالواقع هذا المثلث الأحمر هو جزء من المثلث الأسود المثلث الأحمر جزء من المثلث الأسود وأصغر من عنده لذلك هنا حتى تكون الصورة واضحة المثلث الأحمر رح نقله إلى الخارج هسه ذول المثلثين المثلث الأسود والمثلث الأحمر ذول أقول عليهم متشابهين المثلث الأسود والمثلث الأحمر أقول عليهم متشابهين متى يتشابه المثلثان ومتى يتطابق المثلثان يكون المثلثان متطابقان إذا كان الزوايا وأضلاع الأول تساوي الزوايا والأضلاع للثاني بكل ظلع والظلع المناظر إليه وأيضا زاوية الأول مع الزاوية المناظر إليه بالثاني يعني زوايا تساوي زوايا وأضلاع تساوي أضلاع أقول على المثلثين متطابقين يعني إسه هذا المثلث الأسود من أريد أنسخه وأجيب مثلث بصفة إذن ذول المثلثين اللي هم اثنيناتهم باللون الأسود أقول عليهم ذول مثلثين متطابقين ليش لأن أضلاع الأول تساوي أضلاع الثاني وزوايا الأول تساوي زوايا الثاني ولكن متى يتشابه المثلثان إذا كان الزوايا الأول تساوي زوايا الثاني دشوفون هذه التسعين هذه التسعين هذه الزاوية هي نفس هذه الزاوية والسبب بأن هذا المثلث الأحمر بالواقع هو وين كان المثلث الأحمر بالواقع هو كان في الصورة هذه لذلك دشوفون هنا زاوية الرأس هذه الزاوية للمثلث الأحمر والمثلث الأسود نفس الشيء وهذه الزاوية تساوي هذه الزاوية ولأن مجموع زوايا المثلث 180 بالتأكيد هذه الزاوية تساوي هذه الزاوية رح أقول ذول المثلثين متشابهين بالثالث متوسط دارسين مبرهنة تقول لي إذا تشابه مثلثان تناسبت أطوال أضلعهما شنو معناها تناسبت أطوال أضلعهما لو كان هذا الظلع هو R وهذا الظلع مثلا H على سبيل المثال ولو كان هذا الظلع مثلا 8 وهذا الظلع ليكون 24 الملاحظة تقول اللي كل شوائرها أحتاجها اليوم تقول لي إذا تشابه مثلثان تناسبت أطوال أضلعهما شنو معناها تناسبت من أجي أقول مثلا R على H بالنسبة للمثلث الصغير R على H بالنسبة للمثلث الصغير يقابل شنو يقابل 8 على 24 بالنسبة للمثلث كبير شوفوا هنا نفس الوزن R هي قاعدة المثلث الصغير H ارتفاع المثلث الصغير يقابل قاعدة المثلث الكبير على ارتفاع المثلث الكبير بعد إذا أردت أقول مثلا H على R بالنسبة للمثلث الصغير هذا شنو يقابل يقابل 24 على 8 بالنسبة للمثلث الكبير يعني معناها ارتفاع على قاعدة يساوي ارتفاع على قاعدة بعد بإمكاني أن أقول R على 8 R على 8 يعني معناها قاعدة الصغير على قاعدة الكبير ما سيقابل هذا هنا من حيث التناسب سيقابل ارتفاع الصغير على ارتفاع الكبير وإذا أردت بالعكس أقول مثلا 8 على R 8 على R بالتأكيد ستقول لي هذا يساوي 24 على H هنا من أردت أقول طرفين يساوي وسطين في كل هذه الحالات الأربعة كلها شي رح يطلع لي في كل الأحوال رح يطلع عندي 8 H هذا شي يساوي 24 R إذن بالحالات الأربعة من أجي أقول طرفين يساوي وسطين رح يصير عندي 8 H يساوي 24 R هذا أسمي التشابه بعد أبو الكتاب مستخدم طريق آخر غير التشابه معتبر هذه الزاوية هذه الزاوية معتبرها ثيتا هذه الزاوية معتبرها ثيتا اللي هي بالتأكيد نفس هذه الزاوية عفوا أبو الكتاب ما قايل من تشابه المثالة ثيتا قايل تان ثيتا التان هو من هو نحن نعرف الساين هو مقابل على الوتر والكوساين هو مجاور على الوتر والتان هو مقابل على المجاور بالنسبة للمثلث الأحمر التان هو مقابل على المجاور اللي هو R على H اللي هو هذا بالنسبة للمثلث الأسود التان يساوي مقابل على المجاور اللي هو 8 على 24 يعني رح يطلع لي نفس هذا الجواب وإذا أردت أقول كوتان ثيتا فالكوتان ثيتا ش رح يصير عندي مجاور على المقابل بالنسبة للصغير رح يصير عندي H على R وبالنسبة للكبير رح يصير عندي 24 على 8 إذن هذا ما يخص التشابه وما يخص الدالة الدائرية أو المثلثية الملاحظة ما اليوم تقول لي إذا آني دا أحل سؤال معدلات زمنية ولقيت مثلثيان متداخليان متشابهين بهالصورة هذه صادف تهيتي مثلثيان فإن تشابه مثلثيان الحشد دا أحتيه السه ربما يكون علاقة أساسية وربما يكون علاقة ثانوية من أقول علاقة أساسية مثل ما اتفقنا سابقا هي العلاقة التي يتم اشتقاقها ومن أقول علاقة ثانوية هي العلاقة التي نقلص فيها عدد المجاهيل قبل ما أبدي في طرح المثال الأول لهذا اليوم من عند استفسار عن هذا الحشد سمعتوه الآن تفضل من عند استفسار أستاذ بس هذا المثلث نعم الحطيته الآن بالمثلث الأول نعم يعني هلأ شيء يصدر يا مثلث الأحمر الأحمر حطته بالأسود هو بالأصل هو المثلث الأحمر هو وين كان كان هنا بالأصل المثلث الأحمر هو كان هنا حتى تكون درجة الرؤية واضحة فأني نقلت للخارج على مود أقدر تكون درجة الرؤية واضحة ولكن الأسئلة اللي رح أحلها بعد شوية المثلثين مكانهم يعني هس هنا هذا رح أجي ألغي هس هذه المعطيات رح أجي ألغيها إش رح يصير بمكانها يعني صار عندي هذا أر وصار عندي هذا هو أج والأربعة وعشرين منه صار عندي هذا مننا إلى هنا صار عندي هو أربعة وعشرين فاش رح أقول يعني الأربعة وعشرين رح تلغي منا يعني رح يصير عندي أر على أج شي يساوي يساوي ثمانية على أربعة وعشرين أقدر أقول أج على أر يساوي أربعة وعشرين على ثمانية أقدر أقول أر على ثمانية يساوي أج على أربعة وعشرين وأقدر أقول ثمانية على أر يساوي أربعة وعشرين على أج وأقدر أقول تان ثيتا وأقدر أقول كوة تان ثيتا نعم أحمد اطوال الاضلاع و هو تناسب هو اكيد اطوال اضلاع يعني انا سنقسم على ثمانية الثمانية يمثل طول هذا الظلع والأربعة وعشرين يمثل طول هذا الظلع والآر يمثل طول هذا الظلع والأج يمثل طول هذا الظلع أستاذ يعني الآن الثمانية أج يساوي أربعة وعشرين أر نعم يعني إذا نقسم الطرف أن نبسطه أحمد يعني ثمان أج تساوي أربعة وعشرين واحد يعني معناها الأج هذا ما رح يساوي يعني الأج رح يساوي ثلاثة أر يعني اذا الار واحد ايضا 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 استخرج ال H وإذا عندي ال H معلومة أقدر استخرج ال R هذا معنى التشابه نعم صديق استاذ التشابه صار بس بالمثلثات لو بأشكال أي شكل يعني التشابه إحنا اللي موجود عندنا راح يكون التشابه بالمثلثات ولكن التشابه عموما هو موجود بالمثلث وغير المثلث لكن هنا من حيث التناسب من حيث التناسب تناسب الأضلع راح يكون أكثر وضوح بالنسبة للمثلثات وغير المثلثات ممكن يوجد تشابه نعم النصعش استاذ السلام عليكم استاذ هنا الزاوية الزاوية المهم مهما كانت الزاوية مهما كانت الزاوية لدي الزاوية شنو يساوي مقابل على المجاور يعني إذن القوانين نحفظها قوانين هذي ما أخذيها أنتو يفترض بالرابع أي شنو بالأساسية الثان أنا أحفظها الثان هو من هو يساوي المقابل على المجاور الكوتان يساوي المجاور على المقابل والساين يساوي مقابل على الوتر والكوساين يساوي مجاور على الوتر إذن ذني قوانين المفروض حافظها أستاذ هاي التناسبة الخوانية متى الخوانية الحالات يعني عادي أي وحدة أستاذ هو هنا أي وحدة رح يطلع لي نفس الجواب أنا هنا شو بذني الحالات الأربعة أي وحدة من دول الحالات الأربعة من أقول طرفين يسا وسطين كل هاي ما رح يوصل رح يوصل إلى هذا الجواب بالأسئلة اللي رح نحنها بعد شوية أنا ما رح أكتبهم أربعتهم أي وحدة منعتهم أكتبهم فهو صحيح وكلش كافي وهذا التشابه رح يكون لي أما علاقة أساسية أو علاقة ثانوية نعم حارث طب كنت أكتبنا قوانين والتون والكوسان أي نا أكتب قوانين أكتب الساين أكتب الساين 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 هذا شي ساوي يساوي المقابل على الوتر وأكتب كوساين ثيتا يساوي المجاور على الوتر وأكتب تان ثيتا يساوي المقابل على المجاور الساين مقابل على الوتر الكوساين مجاور على الوتر والتان مقابل على المجاور طبعا سأنتوا هنا في كيفكم بالأسئلة اللي رح نأخذها بعد شوي في كيفكم تردون تستخدمون دالة مثلثية تردون تستخدمون التشابه واني أعتبر التشابه أعم ليش لأن التشابه يشتغل ويا المثلثات القائمة وغير القائمة ولكن الدوال المثلثية تشتغل فقط ويا المثلثات القائمة الزاوية إذن خلي الروح للسؤال الأول كتبوا لهذا المثال كتبوا شويه بسرعة مرشح مخروطي مرشح مخروطي قاعدته أفقية ورأسه إلى الأسفل ارتفاعه يساوي 24 سنتيمتر وطول قطر قاعدته 16 سنتيمتر هذه كلمة قطر أريد تخلون عليها فالطابوقة يعني طول قطر قاعدته 16 سنتيمتر يعني مع أنها نصف القطر سيصير ثمانية هذه بعد شوية من رح أرسم حتى تبين عندي يصب فيه سائل بمعدل خمسة سنتيمتر مكعب بالثانية بينما يتسرب منه السائل بمعدل واحد سنتيمتر مكعب بالثانية جد معدل تغير عمق السائل في اللحظة التي يكون فيها عمق السائل 12 سنتيمتر إذن من يجيني هيت سؤال بالامتحان إحنا اتفقنا أسئلة المعدلات الزمنية لازم أمر بيها بالمراحل التالية الرسم يكون على يمين الورقة المعطيات والمطلوب تكون أسفل الرسم أو بصف الرسم رح نسوي أسفل الرسم الحل رح يكون على يسار الورقة وخطوات الحل اللي اتفقنا عليها فرض المتغيرات بأسماء معينة ومن ثم إيجاد علاقة بين المتغيرات ثم اشتقاق العلاقة بالنسبة للزمن ثم التعويض عن المعلوم لإيجاد المجهود إذن أريد وياي ترسموا لي هذا الرسم أريد ترسموا لي هذا المخروط رسموا لي هذا المخروط طبعاً قاعدة المخروط هي بالواقع دائرية ولكن أنا دع أنظر لها من منظار جانبي لذلك دا أشوفه أشبه بالشكل البيضوي أشبه بالقطع الناقص اللي هو نسميه شكل إهليل جي إذن من أجي أرسم المخروط بالبداية رح أجي أرسم هذا الشكل أشبه بالقطع الناقص وبعدين رح نسوي في الصورة هذه وآقد نصف القطر مات ورح آقد الارتفاع إذن هذا المخروط زين شنو اللي معلوم عندي في هذا المخروط دا يقول لي طول قطر قاعدة 16 سنتيمتر إذا كان طول القطر 16 سنتيمتر فبالتأكيد نصف القطر رح يصير ثمانية إذن ثبتوا لهذه المعلومات بأن نصف القطر رح يكون عندي ثمانية والارتفاع 24 أريد منكم يفضل بالمصدرة ترسموني قطعة مستقيم خارجية خارج المخروط وتقفلوها من فوق ومن جو يعني منا إلى هنا بقد هذا الارتفاع وتكتبون عليه 24 إذن هذا هو المرشح المخروط زين إيش يقولي بالسؤال نعم 24 مالي هنا ارتفاع المخروط ارتفاع المرشح او ارتفاع المخروط هذا 24 إذا هذا يعتبر إناء إناء مخروط إذا هنا هذا كبوس مع الموت هذا البسكت إذا سأبدأ أدير الموت ولكن هذا البسكت مع الأسف من جو هنا ستتسرب من عند الموت يعني هنا سأدير بموت آيس كريم بنفس الوقت ستتسرب من عند هذا آيس كريم ولكن رح يوصل الآيس كريم إلى هنا يعني الآيس كريم وحده رح يشكل مخروط لذلك أريد منكم هس ترسم نفس العملية إذن ترسم هذا المخروط الداخلي اللي هو هذا آيس كريم بالنعنى تشوفون هنا لون أخضر صار عندي هذا المخروط الداخلي القاعدة مات هذه القاعدة الحمرة هذا رح يكون نصف القطر مات والارتفاع مين رح يكون رح يكون منا إلى هنا إذن رح أجي أثبت هذه المعلومات أثناء صف الآيس كريم أو السائل بهذا البسكت داي يطب له هنا آيس كريم بمعدل خمسة وداي يسرب من عنده بمعدل واحد إذن هنا بالمحصلة داي يزيد الآي كريم أو يزيد الآي كريم نعم بهذا البسكت خلي أثبت المعلومات بعد إذن هذا رح يكون في حالة تغير هذا رح يكون في حالة تغير يعني بعد شوية الآي سيوصل هنا بعد شوية رح يوصل هنا إذن نصف القطر في حالة ازدياد والارتفاع أيضا في حالة ازدياد إذن رح أجي أثبت هذا سميت R والأتش هو البسافة منا إلى هنا إذن رسمت قطعة مستقيم خارجية سميت أج زين هس المعلومات اللي عندي بالسؤال الدي في على دي تي رح يكون في حالة تزايد وقيمة أربعة خمسة ناقص واحد أربعة ليش أنت إذا تخرجت من الكلية إن شاء الله سيكون دكتور وتتخرج من الكلية ورح تتعين ويقول لك راتبك شهريا خمس ملايين دينار بالشهر تستلم خمس ملايين وتصرف منعدها مليون بالشهر يعني ربما خارج المحافظة رح تتعين تحتاج نقل تحتاج سكن تحتاج أمور ثانية فهنا يقول لك راتبك خمس ملايين وتصرف منها مليون تقول الشغلة زين أصرف لي ليش لأن إذا أربح بالشهر أربع ملايين خمس ملايين الراتب أصرف منها مليون تبقى أربع ملايين إذا نفس العملية هنا إذا يقول لي يصب السائل بمعدل خمسة بينما يتسرب منه السائل بمعدل واحد أنا رح أقول لدي بي على دي تي رح يساوي خمسة ناقص واحد وتساوي أربعة هذا الدي بي على دي تي نعم أن 12 سؤالك أستاذ شو عرفت أن هو دي تغير شلون عرفنا شنو الدي بي على دي تي هو الأربع هو دي يقول لي يصب يعني الطي تشف المثال أنت راتب بالشهر خمس ملايين والصرفين من عنده مليون بالمحصل لدات ربحين لدات خسرين دي أربح بس أستاذ يعني بي يعني ثالث السرعة هي هاي اعتبارت هي هاي يعني شمدريني في هي من خلال الوحدة من خلال الوحدة ما طول دي يقول لي مكعب بالثانية يعني معناها تغير حجم لو قايل سنتيمتر مربع بالثانية يعني معناها تغير مساحة واضح من خلال الوحدة أنا عرفت هو دي يسولف على الحجم زين إش داي يريد مني بالسؤال داي يقوللي جد معدل تغير عمق السائل جد معدل تغير عمق السائل هذا عمق شي يقصد به هذا العمق داي يقصد به الارتفاع جد معدل تغير عمق السائل يعني أقول له إنت داي تريد من عندي د Singapore إش وقت عندما أو في اللحظة التي يكون فيها عمق السائل يساوي 12 يعني عندما يكون اله يساوي 12 إذا عرفت أرسم بشكل صحيح وعرفت أثبت المعطيات والمطلوب جو الرسم بشكل صحيح يعني خلي نقول ربع السؤال أكثر من ربع السؤال أنا بديت به بشكل صحيح والتكملة رح أكون إن شاء الله سهلة من عنده استفسار لحد الآن إذن ثبتت المعطيات ارسمت ثبتت المعطيات حس خطوات الحل في أسئلة المعدلات الزمنية مثل ما اتفقنا سابقا هي أربعة الخطوة الأولى شنو حيدر حيدر ما يتهم شنو الخطوة الأولى ضرغام شنو الخطوة الأولى من خطوات الحل نعم استاذ نعم نعم ضرغام استاذ فرض المتغيرات بأسماء معينة إذن هس هنا رح أجي أفرض المتغيرات إذن شنو عندي متغير في هذا السؤال المتغير نصف القطر متغير والارتفاع متغير والحجم متغير إذن كتبوا يا يا نفرض نصف قطر قاعدة الماء رح أفرضها R وبعد وارتفاع الماء رح أفرضه H وحجمه هذا رح أفرضه V إذن فرض المتغيرات بأسماء معينة هذه اتهانة من عدها الخطوة الثانية منتظر نزار شو تقول نعم استاذ استاذ يجعل علاقة بين المتغيرات إذن هنا من العلاقة رح أجي أرجع للملاحظة الأولى اللي أخذناها اللي تقول إذا علم أو طلب معدل تغير قانون لشكل هندسي فإن ذلك القانون يمثل علاقة أساسية زين هو ناطيني DV على DT يعني شنو العلاقة الأساسية في هذا السؤال الحجم استاذ حجم من هو هل هو حجم الإناء أم حجم الماء استاذ حجم الماء حجم الماء إذن هنا المتغير هو الماء إذن هنا رح أجي أكتب قانون حجم المخروط وحجم المخروط رح يصير عندي باي على ثلاثة آر تربيع أج لا تكتب بس شوية ركزوا يا أيا إذن V يساوي باي على ثلاثة آر تربيع أج إذن من هو كان عنده سؤال نعم حارض شنو سؤالك استاذ ليش ما ثبتنا الار بمقاطعة الجو المخروط إذن هنا وين الار هو ما ناطينيها بالسؤال ما ناطينيها بالسؤال هو ناطيني المعلومات اللي ناطينيها بالسؤال أنا ثبتتها جوى الرسم الشغلات المناطينيها ما أثبتها جوى الرسم وفسه رح أشوف شلون رح أجي أتخلص من الار نعم أن 13 استاذ ليش برد الله أنه نصف القطر هو متغير نصف القطر قاعدة إذن أنت إخضيها بشكل منطقي المي دي يزيد بالمخروط المي دي يزيد بالمخروط يعني المي إذا وصل إلى هنا إذا المي وصل إلى هنا فهنا نصف القطر مو دي يزيد لو نفسه ها إيه استاذ أنا عبالي المخروط هو والاستفاع دي يزيد إذن هنا المي هذا السائل من دي يصعد بالمخروط حجمه في حالة تغير ارتفاعه في حالة تغير ونصف قطر قاعدة أيضا في حالة تغير لذلك كلها في حالة تغير ولكن السؤال اللي أخذناه بالدرس الماضي من كان عندي متوازي مستطيلات قاعدة مربعة والمي كان دي يسرب من عنده قلنا منطقيا حجم الماء في حالة تغير ارتفاع الماء في حالة تغير ولكن طور ظل علماء هو ثابت هذا الحجي حتى بالاستوانة هم نفس الشيء ولكن بالمخروط منطقيا كلها في حالة تغير إذن هس هنا كتبنا قانون حجم المخروط نعم أن 13 أكو سؤال لا أستاذ شكرا نعم أستاذ ارتفاع الماء الأش معني هي 12 لا هذا عندما يكون عندما يكون عمق الماء يساوي 12 يعني هذا إحنا متفقين أيضا بالدروس الماضية قلنا كل ما يرد بعد كلمة عندما أو في اللحظة إذن هذا متغير دائم والمتغير الدائم يثبت على الرسم كحرف الثابت الدائم يثبت على الرسم كعدد ولكن المتغير الدائم يثبت على الرسم كحرف ويثبت خارج الرسم كعدد لأن إحنا متفقين الثابت الدائم يعوق قبل الاشتقاق والمتغير الدائم يعوق بعد الاشتقاق واضحة الفكرة هس فرض المتغيرات بأسماء معينة فرضناها إيجاد علاقة بين المتغيرات الخطوة الثالثة تقول اشتقاق العلاقة بالنسبة للزمن هذا إذا ردت أشتق على وضعها لتكتبون وانتبوا علي وهو أمور رح نجي نتعلمها من خلال هذا المثال إذن من أجي أشتق هذا بالنسبة للزمن ما رح يصير عندي هسة مشتقة الثابت في دالة هو الثابت في مشتقة الدالة الباي على ثلاثة هذه رح تنزل الار تربيع اش رح اشتقها حسب القاعدة الخامسة اللي هي الأولى ار تربيع في مشتقة الثانية دي اتش على دي تي زائت الثانية هي اتش في مشتقة الأولى رح يصير اثنيا ار دي ار على دي تي ولكن هذه الطريقة بالاشتقاق رح تدخلني في كومة مشاكل شنو هذه المشاكل الار ما عندي ما موجودة الدي ار على دي تي ما موجودة مثل ما قال حارث قبل شوية قال شو ار ماكو دي ار على دي تي ماكو نعم ماكو ما ناطينها بالسؤال زين الاتش ناطينها ياها وممكن اعوضها بعد الاشتقاق وده يريد مني دي اش على دي تي اذا شلون اعالج هذه المشكلة شلون اذا الار ما موجودة والدي ار على دي تي ما موجودة الملاحظة تقول هنا ملاحظتنا الثانية لهذا اليوم تقول تشابه مثلثيين رح يخلصني من هذه المشكلة اريد ترجعون هسا للرسم واثبتولي ذني الرؤوس اذا اي بي سي اي دي ثبتولي ذني الرؤوس يعني هذه المثلثين المثلث الزغير والمثلث الشبير كل واحد الطيتة اسم هسا رح اروح اتوسل بتشابه المثلثات اذا اش رح اقول هسا هنا رح اقول من تشابه ركزوا اياي شوفوا ش رح يصير هنا رح يصير من تشابه المثلثين منهم والمثلثين اللي رح اشابههم اي بي سي والمثلث الآخر اللي هو اي اي دي من تشابه هذا المثلثين شوفوا ش رح يصير عندي والتشابه اللي تمرنا عليه قبل شوية التشابه ش رح يقول لي كسر يساوي كسر اذا تشابه مثلثان تناسبة اطوال اطلاعهما اختار اي حالة من الحالات الاربعة اللي سولفناها قبل شوية اذا ردت اقول هسه رح اقول هنا رح اقول طرفين يساوي وسطين يعني معناها ثمانية اتش هذا شي ساوي رح يساوي اربعة وعشرين ار اذا ردت اقسم على ثمانية اذا رح يصير الاتش يساوي ثلاثة ار هذا التشابه في هذا السؤال رح يشتغل علاقة ثانوية العلاقة الثانوية احنا شنو وظيفتها احنا متفقين سابقا العلاقة الاساسية وظيفتها هو الاشتقاق والعلاقة الثانوية وظيفتها تقليص عدد المجاهيل قبل او بعد الاشتقاق العلاقة الثانوية وظيفتها تقليص عدد المجاهيل قبل او بعد الاشتقاق يعني شنو هسه انا من اشتقيق قانون الحجم بالطريقة اللي موجودة امامكم صارت عندي مشكلة بالR والDR على DT هس لو تجون شوفون الموبايلات ما لدكم رح يشوفون واصلتكم رسالة مكتوب عليها عاجل اجعل قانونك بدلالة H يعني معناها تخلص من الR اجعل قانونك بدلالة H يعني تخلص من الR شلون تخلص من الR رح اقول بما ان الH يساوي ثلاثة R اذا بالتأكيد الR هذا ش رح يساوي يعني رح اقسم على ثلاثة الR رح يساوي ثلاثة H او رح اقول H على ثلاثة اذا هذه تمثل علاقة ثانوية هذه العلاقة الثانوية شنو وظيفتها رح اجي اعوضها بالعلاقة الاساسية رح اعوض مكان الR شنو ثلاثة H على مودل تكون العلاقة الاساسية بدلالة مجهول واحد العلاقة الاساسية تكون بدلالة مجهول واحد يعني رح يصير عندي الV يساوي باي على ثلاثة هذي نزلت ومكان الR هنا شنو و رح يصير ثلاثة H الكل تربيع في H يعني معناها ش رح يصير رح يصير باي على ثلاثة في شنو و واحد على تسعة H تربيع كلها مضروبة بالH يعني معناها الV رح يصير عندي رح تكون باي على 27 H تكعيب شوف الأمور شلون صارت جيدة جدا إذن عدد صياغة العلاقة الاساسية من أجل اشتقاق أسهل ليش أنا مشيت بهذا الطريق إذا تذكرون سؤال متوازن مستطيلات اللي أخذناه بالدرس الماضي من كان عندي الV يساوي X تربيع H اشتقيت قاعدة خامسة لأن كان عندي الX معلوم والDX على DT معلوم والH معلوم والDH على DT معلوم كلها معلومة عوضتها طلعت الDV على DT ولكن هنا اللي جئت إلى فكرة التشابه على مود أقلص عدد المجاهيل هس الأمور رح تكون جيدة جدا رح أجي أشتق قانون الحجم ش رح يصير هنا المشتقة رح يصير DV على DT يساوي مشتقة الثابت فيه دالة يساوي الثابت فيه مشتقة الدالة التلاثة رح تنزل تختص روية السبعة وعشرين بها تسعة يعني رح يصير عندي Pi على تسعة H تربيع بعش نوع DH على DT هس الأمور أصبحت جيدة جدا والDV على DT جئت ناطنيا بالسؤال DV على DT ناطنيا أربعة زين يساوي ال Pi على تسعة هذه نزلت زين H ناطنيا 12 تربيع مية واربعة واربعين ولأنه متغير دائم وقت بعد الاشتقاق DH على DT بعد رح يصير عندي السهنة التسعة وية مية واربعة واربعين بها ستة عشر يعني رح يصير عندي يؤدي إلى أربعة تساوي ستة عشر Pi DH على DT الأربعة تساوي التسعة اختصارتها وية مية واربعين بها ستة عشر أربعة تساوي ستة عشر Pi DH على DT يعني معناها رح يصير DH على DT أقسم على ستة عشر Pi يعني أربعة على ستة عشر Pi ويساوي واحد على أربعة Pi سنتيمتر بالثانية إذن هذا شي يمثل يمثل معدل تغير حسب ما هو يريد مني بالسؤال عموق السائل هس هنا الوقت انتهى عندي في هذه الجلسة بدون استراحة رح أدزلكم الرابط الثاني ويبعدني في هذا السؤال وإشعدكم أسئلة رح إن شاء الله أجاوبكم فحضروا أسئلتكم بينما أدزلكم الرابط الآخر أريد يفضل أن تأخذون صورة لهذا السؤال أخذوا صورة للحل الموجود أمامكم طبعا هنا هذا هو مو من ضمن الحل نعم بابا شنو أسئلتكم علي سلام تفضل أستاذ هنا القانون ليش ما خلينا بدلالة الر القانون ليش ما خلينا بدلالة الر هذا السؤال اللي موجود أمامكم السؤال موجود عندي بالكتاب هالسنة من إجاب الوزاري واتكرر بالوزاري بأكثر من مناسبة كانت المعطيات تختلف يعني السؤال الوزاري اللي إجاب السنة هذه السنة شنو كان كان يقول جد معدل تغير نصف قطر السائل يعني إذا يريد من عندي دي آر على دي تي هذا هو المجهول عندما يكون نصف قطر السائل يساوي أربعة يعني المكان مطاني الاتش ويريد مني دي أج على دي هذه لغاها وصارت مكانة هذه فإذا كان مطلوب من عندي دي أج على دي تي يعني الرسالة الوصلت يقول اجعل قانونك بدلالة اج وإذا أراد منك دي آر على دي تي يعني الرسالة الوصل تعني يقول اجعل قانونك بدلالة آر فحسب الاقتراح ماتك لو طلبه في السؤال DR على DT الحل شرح يصير عندي هذا كل نفس الشي هذا كل نفس الشي ولكن هذا ماكو داعي الى شرح يصير مكانه من اجي اعوض بقانون الحجم مكان ال H3R يعني شرح يصير عنده قانون الحجم رح يصير ال V يساوي PY على 3R تربيع في 3R علموة شنوه علموة اجعل القانون بدلالة R ثلاثة وإيا ثلاثة رح تختصر يعني رح يصير PYR تكعيب اذا ردت اشتق هذا شن المشتقمات رح يصير DV على DT تساوي الثلاثة رح تنزل تنضرب بالPY رح يصير ثلاثة PYR تربيع بعد شنوه DR على DT ال R عندي اربعة وال DV على DT عندي اربعة مباشرة استخرج DR على DT اذا فكرة السؤال شنوه اذا راد منك DH على DT يعني اجعل قانونك بدلالة H وإذا راد منك DR على DT يعني اجعل قانونك بدلالة R هذه أسهل الطرق لحل السؤال توجد طرق ثانية رح نناقشها بعد شوية نعم إبراهيم استاذ بس تقدر تعيد من من ثمانية من H يساوي ثلاثة R لان استاذ انقطع عن دي نتي استاذ ما داعف شصار ال H انت من سوينا تشابه بأن R على H يساوي ثمانية على أربعة وشرين طرفيا يساوي وسطيا طلع عندي ثمانية H يساوي أربعة وشرين R بضب قسمت على ثمانية H يساوي ثلاثة R زيان شحتي أنا ستجاوب تلعلي قلت له إذا أراد منك DH على DT يعني اجعل قانون الحجم بدلالة H دلالة R وإذا أراد منك DR على DT يعني اجعل قانون الحجم بدلالة R فلو رأي DR على DT رأسا نعوض مكان ال H ثلاثة R شو رح يصير هنا القانون بدلالة R أما إذا أراد DH على DT فبما إن ال H يساوي ثلاثة R فأكيد ال R تساوي شنوه ثلاثة H يعني قسمت على ثلاثة أو ضربت فيه ثلاثة واضحة لو لا واضحة زيان هس عوضت مكان ال R هذه شنوه ثلاثة عوضت مكان بسطت صار عندي بدلالة H اشتقيت وعوضت كل شو مكانها نعم حارس إذا بس مكان لإشتقاق الثانوي وشان صار العلاقة الثانوية لأو الإشتقاق الثانوي لا لا العلاقة الثانوية العلاقة الثانوية إحنا قبل شوية من فصلنا فكرة التشابه هذا التشابه اللي بدينا به المحاضرة إذا تشابه مثلثان تناسبت أطوال أضلعهما بابا هنا سدوا المايكات بالدكم بعد ما تسأل سدوا المايكات بالدكم بابا إذا تشابه مثلثان تناسبت أطوال أضلعهما إذا عندي هنا ذول المثلثين هذا المثلث اللي هو A-B-C هذا المثلث يشبه المثلث الشبير اللي هو A-E-D فاشقلت السهنة قلت قاعدة على ارتفاع بالنسبة للمثلث الصغير يساوي قاعدة على ارتفاع بالنسبة للمثلث الكبير فكرة السؤال هو هذا التشابه نعم أحمد أحمد أكو سؤال تسمعني أحمد الصوت الصوت بابا ذا سبعون نعم أحمد شنو كان سؤالك أحمد قاسم نعم أستاذ نعم أستاذ بس يعني شنو رح تخترنا فكرة أنه رح نستشابه مثلثين أنت هنا من خلال بالعين المجردة متى ما وجدت مثلثات متشابهة متداخلة فالتشابه مثلثين رح يكون هنا ربما علاقة أساسية وربما علاقة ثانوية احنا اليوم رح ناخد مثاليا فقط مرة تشابه علاقة ثانوية ومرة تشابه علاقة أساسية يعني بالامتحان من خلال السؤال إذا شفت مثلثين بهالصورة هذه تشوفوا شون واحد البطن الثانية إذن هنا إذا شفت مثلثين متداخليا فإنها يعني ممكن في الصورة هذه ممكن بهالصورة هذه فأنت تعرف بأن التشابه مثلثين تشابه مثلثين رح يكون ربما علاقة أساسية وربما علاقة ثانوية نعم حارف إذا كما أشوف يعني حالة تشابه أقول ر على إيج أمو قلنا عندك أربع حالات إنت شي يعجبك إذا هذه إذا ابتهمتها بإمكانك دائما نسويها يعني هنا قاعدة هو لازم بإمكانك دائما نسويها قاعدة على ارتفاع للصغير يساوي قاعدة على ارتفاع للكبير تقدر تسوي طرق أخرى ولكن إنت شنو اللي فاهمه ممكن تمشي عليها وكلها صحيحة نعم النظر أستاذ ممكن بس تواضح أنه هاي اللي فرضناه أي شن نتغير أنا يبقى الثابتة وبس لتغير فرضت أي بابا الثابت أنا الثابت ماكو داعية فرضة الكبوس مع الموطة المرشح اللي موجود الخارجي نصب قطرة ثمانية وارتفاع 24 هذا ما دا يتغير إنا إقلاس وهذا ما دا يتغير من دا أدير بي مي هو من هو دا يتغير المي دا يتغير المي دا يشكل مخروض فالمي دا يتغير من صعد المي هنا بالمخروض أكيد هنا رح يكون في حالة تغير يعني المي إذا وصل إلى هنا المي إذا وصل إلى هنا نصف القطر رح يزيد وارتفاع رح يزيد زين وإذا المي بالعكس إذا المي راد ينزل إذا المي مثلا وصل إلى هنا نصف القطر رح يقل والارتفاع رح يقل يعني معناها من دا أقولي قلو يزيد يعني معناه في حالة تغير إذن الحجم في حالة تغير حجم الماء في حالة تغير ارتفاعه في حالة تغير ونصف قطرة أيضا في حالة تغير نعم صديق نعم آسف جدا اليوم بالإنترنيات يمي كل الش تعبان وحولت إلى الشبكة الأخرى الصوت واضح إن شاء الله الصوت واضح بقى واضح يالله من وبعد عند سؤال صديق دعم سؤالك استاذ ما ممكن نجيب علاقة تشابه من الثلاثات بس مو نصف قطر يعني مو الظلعين ذني جزء يعني ويا الوتر الوتر يعني ممكن ممكن ولكن أنا دائما إستاذ المثلثين هو التشابه وين دا يصير الأبعاد يعني القوانين قانون حجم المخروط يربط بين من يربط بين نصف القطر والارتفاع يعني الوتر هو مو طرف بالقانون صحيح مو طرف اللي دا يصير عندي بين نصف قطر وبين ارتفاع هذا يعني ممكن نسوي سؤال هيتش يعني بعلا الطريقة ممكن إذا أردنا نسوي سؤال إثرائي فممكن يكون في هذه الصورة هذه ولكن مستبعد للانفحان الوزاري نعم بعد هس هنا السؤال هذا إذا إيجاك بالوزارية رح تجي تحله بالطريقة نعم نعم بابا اذا حليش ما عايزيش الطريقة صعبة هس الطريقة رح نسولف على الطريقة الصعبة هس هذه الطريقة السهلة هذا السؤال مني يجي بالامتحان الوزاري فهذه الطريقة السهلة والطريقة المعتمدة عندي بالكتاب رح يجيني طالب هذا الطالب رح أسميه المشاكس الذكي يقول أنا ما يعجبني أسويها بدلالة متغير واحد يعني هس هنا بالطريقة مع الكتاب هذا مو من ضمن الحل الحل المعتمد وزاريا هو هذا اللي موجود قدامكم الرسم زائد الفرضية زائد هذا الحل الموجود على اليسرية زيان هس هنا رح يجيني هذا صاحبنا المشاكس الذكي شي يقول يقول أنا الحجم رح أكتبه نفسه والتشابه رح أكتبه نفسه ولكن هذا الحجي اللي سويته أنتوا كله رح ألغي يعني هذا كله يقول رح ألغي هذا كله يقول ما يعترف فيه يا بش رح أسوي إذا هذا ما تعترف فيه ش سوي لعد يقول أنا رح أجي أشتق قانون الحجم المايكات بابا ما لكم المايكات سدوها يقول أنا رح أجي أشتق قانون الحجم قاعدة خامسة دي في على دي تي يساوي باي على ثلاثة مشتقد الثابت في دالة هو الثابت في مشتقد الدالة وهذا الارتر بحجش تقيت حسب القاعدة الخامسة نقول لي شلون أنت استخدمت هذه الطريقة ورح أصير عندك كومة مشاكل يقول ولا توجد مشاكل شلون يقول أنا من سويت التشابه وطلع بالتشابه الث يساوي ثلاثه الطلع هذا بالتشابه رح أجي أستفيد منها مرتيا المرة الأولى رح أقول من الث يساوي اخناعش من الث سواقي اعماش رح عوضها إذن معناها رح يصير عندي الار يساوي أربعة الثم يساوي ثلاثة ار يعني معناها الار تساوي اربعة هذا الحالة الأولى زيان نقول له والحالة الثانية يقول راح أجي أشتق هذه العلاقة الثانوية وراح أعتبرها كعلاقة أساسية بالإضافة إلى أنها علاقة ثانوية راح تشتغل علاقة أساسية يعني شرح يصير عندي هسة دي أج على دي تي تساوي ثلاثة دي آر على دي تي راح تكون بصورة هذه إذن يؤدي إلى دي آر على دي تي إش راح يساوي هذا راح يكون واحد على ثلاثة دي أج على دي تي زي وين راح تفيدني هذي راح أجي أعوض كل شيء مكانه شوف شلون راح أجي أعوض نعم أحمد استاذ بس هذري اشتقها قفتها من دين يجي مشتقة الأج يساوي ثلاثة هذا الأج يساوي ثلاثة آر اشتقيت مشتقة الأج هو دي أج على دي تي ومشتقة الثلاثة آر هو ثلاثة دي أر على دي تي إذن الدي أر على دي تي شي يساوي يساوي ثلاثة دي أج على دي تي يعني صار عندي اثنين اشتقيتهم قانون الحجم اشتقيته والتشابه هم اشتقيته فالتشابه صار بي شغل تين وظيف تين الوظيفة الأولى هي كعلاقة ثانوية طلعت بها الآر والوظيفة الثانية علاقة أساسية شوف التعويض واش راح يصير عندي هنا راح أقول الدي بي على دي تي هو أربعة يساوي الباي على ثلاثة هذه راح تنزل ورح أفتح قوس الار تربيع منه الار تربيع هو ستعش والدي أج على دي تي أنا أريده الدي أج على دي تي أنا أريده زائت الاتش شغد الاتش هو ثنعش في اثنين آر هو ثمانية ومكان الدي أر على دي تي راح أكتب راح أكتب ثلاث دي أج على دي تي زين شوف شنو الأخبار السعيدة راح توصل إذن راح أضرب في ثلاثة حتى أخلص من المقام يعني راح يصير عندي اثنعش تساوي فاي وأفتح قوس هذا هو ستعش دي أج على دي تي زائت راح أختصر التلاثة هذه التلاثة راح أختصرها ويصنعش بها أربعة في ثمانية راح يصير ثنين وثلاثين دي أج على دي تي ستعش زائد ثنين وثلاثين هو ثمانية واربعين يعني معناها راح يصير اثنعش تساوي ثمانية واربعين باي دي أج على دي تي يعني معناها راح يصير دي أج على دي تي اثنعش على ثمانية واربعين باي أيضا راح يصير الجواب واحد على أربعة باي سنتيمتر بالثانية وكل الطرق تؤدي إلى المية ولكن وزاريا أنصحك بأن تستخدم الطريقة الأولى وزاريا الطريقة الأولى أفضل يعني العلاقة الثانوية هذا الـ H يساوي ثلاثة R اشتغل كعلاقة ثانوية والعلاقة الثانوية وظيفتها تقليص عدد المجاهيل قبل أو بعد الاشتقاق قبل الاشتقاق تكون أفضل ما أقلصه بعد الاشتقاق نعم إبراهيم دي أر على دي تي سوا 1 ثلاثة الواحد الثلاثة ما يجد هنا ما طول آني عندي دي أج على دي تي يساوي ثلاثة دي أر على دي تي فالدي أر على دي تي واحدة شي ساوي قسمت على ثلاثة أو ضربت فيه ثلث فصير يعني ثلاثة على ثلاثة واحد على ثلاثة يعني شلون السهنا من أجي أقول لك X تساوي ثلاثة Y الواي شي ساوي وي تساوي ثلاثة أمية لا تساوي ثلاثة X يعني X على ثلاثة يعني معناها ثلاثة X وعلاحة الفكرة حلو واضح زي إذن هذه الطريقة الثانية لحل السؤال ولكن ما أنصح باستخدام الطريقة الثانية بالامتحان إذا استخدمتها هي صحيحة وكل مشكلة ما بيها وتأخذ عليها درجة كاملة ولكن الطريقة الأولى أفضل من الطريقة الثانية إذا الطريقة الأولى أنتوا يمكن أن أخذتوا لها صورة والطريقة الثانية هذه أيضا أخذوا لها صورة وأريد الطريقتين تنزل بدفترك يعني تكتب لي أما أو شوف إذا الطريقة الأولى بأن الرسم والفرضية وهذا اللي موجود على اليسرى الطريقة الثانية شكوا بيها الرسم والفرضية إلى نهاية التشابه يعني فقط هذا ما رح يتكتبه يعني هذا ما رح ينكتب هذا كل ما رح ينكتب إيش رح ينكتبوا بمكانة رح ينكتب هذا اللي موجود بالطرف الأيمن إذن هذا ما يخذ السؤال المخروط يعني طب ولنا به أكثر من اللازم لأن السؤال مهم جدا وإجاب الوزاري بأكثر من مناسبة واحتمال يحاد مرة أخرى بالوزاري نعم إبراهيم نسفل هاي بغلط إذن هذا السؤال الأول قبل شوية كان عندي امتحان جماعتكم وامتحنتهم بهذا السؤال أريد هذا السؤال تاخذوا لصورة أخذوا صورة لهذا السؤال وأريده ينزل بالدفتر ورح أجي أعرفكم على الجن اللي موجود بالسؤال ورح يكون واجب عليك السؤال السؤال يقول لي مرشح مقروطي قاعدته أفقية ورأسه إلى الأسفل يعني نفس السؤال اللي أخذنا قبل شوية ولكن طول قطر قاعدته 12 سنتيمتر يعني معناها نصف القطر شقيت نصف القطر هو 6 وبعدك وارتفاعه 24 سنتيمتر رح أجي أرسم مستقيم خارجي وهذا المستقيم رح أجي أقف له شوف هنا شو رح ينقفل يعني فوقه جوه رح يكون في الصورة هذه رح أكتب علي شنوه رح أكتب علي 24 ماذا يقول لي بهذا السؤال يصب فيه الماء بمعدل أربعة بينما يتسرب منه الماء بمعدل اثنين إذن الماء يوصل إلى هنا الماء يوصل إلى هنا ولكن الماء يزيد بمعدل هذا يطبله أربعة ويطلع مننا اثنين أنا ما سأقول هنا رح أقول الديفي على ديتي هذا يساوي أربعة ناقص اثنين ويساوي اثنين زيان هذا شي يمثل هذا يمثل الديفي على ديتي زيان بعد جد معدل تغير نصف قطر الماء جد معدل تغير نصف قطر الماء يعني إش داريد من عندك بهذا السؤال داريد دي آر على ديتي إذن هذا هو المجهول يعني الرسالة اللي وصلتك بالنسبة لهذا السؤال كأنه دا أقول لك اجعل قانون الحجم بدلالة آر ما لون قبل شوية سوينا بدلالة أج لأن جنت رايد منك دي أج على ديتي هسا دا أقول لك اجعل بدلالة آر لأن رايد منك دي آر على ديتي ولكن وين الجنيل بالسؤال جد معدل تغير نصف قطر الماء في اللحظة التي يكون فيها بعد سطح الماء عن قاعدة المرشح تساوي ستة هنا الجني ركزوا يعني إذا أقول لك البعد منا إلى هنا يساوي ستة هذا هو ستة هذا ممثل ارتفاع الماء إذا إذا شوف هذه سطح الماء وقاعدة المرشح الفوق إذا البعد بين سطح الماء وقاعدة المرشح ستة أنت راح تقول لي ما طول الارتفاع كل أربعة وعشرين فلابد أن المطلوب اللي يريده من عندي هذا الأتش هذا اللي راح أسميه أتش زيان الأتش يساوي راح تقول لي الأتش يساوي أربعة وعشرين ناقص ستة ويساوي ثمنتعاش إذا الجني في هذا السؤال هو هذا ارتفاع الماء بالمخروط هو الأتش وليس الستة السؤال بالكتاب والسؤال اللي يجبه الوزاري يقول لي عندما يكون عمق الماء يساوي اثناش يعني ارتفاع الماء يساوي اثناش ولكن في هذا السؤال أنا سويت بأن ما طيتك ارتفاع الماء منها إلى هنا طيتك البعد بين سطح الماء وقاعدة المرشح التدكيها ستة فإذا كان هذا ستة والارتفاع كله أربعة وعشرين فلابد أن الأتش يساوي ثمنتعاش طبعا ما يصير أكتب هنا ثمنتعاش ليش لأن المتغير الدائم يكتب كحرف على الرسم ويكتب كعدد خارج الرسم وهنا نصف القطر راح يكون ار إذن حظ موفق في هذا السؤال والجواب راح يطلع بالأخير المفروض يطلع عندك الدي ار على دي تي راح يطلع اثنين على واحد وثمانين باي سانتي متر بالثانية إذن هذا السؤال راح أتركه واجب عليكم وأريد تحلوا وتشرون الحل بلوقروب مالتكم ورح أطلع على الحلول مالتكم وإن شاء الله تكون حلول صحيحة منه عند استفسار عن هذا الحشي إذا ماكوا استفسار إذن لحد الآن إحنا شحتينا كل هذا الحشي صار لنا أكتر من ساعة بأن هنا أحتينا فقط هذا المثال وقدت لكم تحلوا بطريقتين الطريقة الرسمية اللي موجودة على اليسراء والطريقة غير الرسمية طريقة المطولة راح تكون هنا علي من هذا تحلوا بطريقتين وتحلوا لهذا السؤال أيضا هسك تقولي مثال نعم بس نقطع النات بخطوص السؤال اللي هسا نعم اللي سويته نعم بس شنو آخر آخر شي يعني بابا هنا دا أقول عندما يكون الجني بالسؤال شنو دا أقول لك في اللحظة التي يكون بعد سطح الماء هذا سطح الماء عن قاعدة المخروض هذه القاعدة لأن هذه ما يسموها قاعدة هذه يسموها رأس هذه الجوة يسموها رأس دا أقول لك البعد بين سطح الماء هذا سطح الماء وقاعدة المخروض يساوي ستة يعني المسافة منها إلى هنا ستة زين أنا ما يفيدني هذا هذا ما دخل بالتشابه التشابه من ولا يحتاجه ليحتاجه هذا ارتفاع الماء إذن شرح أقول ما طول كل الارتفاع 24 آخذ منها ستة يعني هذا الأتش المتبقي هو 24 ناقص ستة اللي هو 18 نعم كتبوا لي السؤال هذا رح يكون هواية أسهل عمود طوله سبعة بوينت اثنين متر في نهايته مصبح يتحرك رجل طوله يتحرك رجل طوله واحد بوينت ثمانية متر مبتعداً عن العمود وبسرعة ثلاثين متر بالدقيقة هذا أم على مينت هذا المينت هي الدقيقة جد معدل تغير طول ظل الرجل نجد معدل تغير طول ظل الرجل سؤال أسهل بهواية من السؤال اللي أخذناه الأول اللي أريده منك سترسم لي هذا المثلث القائم ترسم لي مثل القائم شوية كبرة وأريدك ترسم لي هذا المستقيم الأسود هذا يمثل العمود وهذا يمثل الرجل العمود يقول لي طوله سبعة بوينت ثمانية والرجل طوله واحد بوينت ثمانية إذا نثبت هذه المعلومات العمود سبعة بوينت ثمانية والرجل واحد بوينت ثمانية هذه المسافة بين الرجل والعمود سأسميها X وهذه المسافة سأسميها Y هذا الY شيء يمثل يمثل غل الرجل يعني إذا كان الرجل هو هذا إذا هذا هو الرجل هذا أيديه وهذه الرجليه زين هنا هذا العمود يعلوه مصباح هذا العمود اللي طوله سبعة بوينت ثمانية فوقا غلوب بلوجكتر والرجل ده يبتعد عن العمود عادة الضوة رح يكون خلفه خياله رح يكون أمامه يعني ركزوا إياي الصارس هنا يعني S أكو فوقاية بلوجكتر وعندي فقط هذا البلوجكتر عندي بالغرفة من أريد أبتعد عن البلوجكتر خيالي رح يصير قدامي يعني الضوة إذا كان خلفي خيالي رح يكون قدامي كل ما أبتعد عن مصدر الضوة خيالي رح يكبر بدليل الظهر في ساعة الزوال في وقت أذان الظهر بأن منتباوه على خيالك خيالك معدوم كل شي ماكو لأن الشمس عمودية فوقك مباشرة كل ما الشمس تبتعت خيالك رح يكبر إذا كل ما ابتعدنا عن مصدر الضو الظل رح يكبر إذن هنا أصار عندي بهذا السؤال إذن رح أجي أعتبر البعد بين الرجل وقاعدة العمود هذا رح أسمي X وهذا ال Y هذا شي يمثل يمثل طول ظل الرجل الخيال المات رح يصير أمامه البعد بين الرجل وقاعدة العمود هو X وخياله رح يكون أمامه هسه خلي أثبت المعلومات إيش داي يقول لي بالسؤال داي يقول لي سرعة الرجل يعني معدل تغير X ما طول البعد بين الرجل وقاعدة العمود سميته X فمعدل X هذا من هو DX على DT داي يقول لي سرعة الرجل هو 30 متر بالدقيقة زيان قلت له DX على DT 30 جد معدل تغير طول ظل الرجل جد معدل تغير طول ظل الرجل زيان أنا ظل الرجل سميته Y إذن معناه هذا يريد من عندي DY على DT هسه هذا الرسم والمعطيات قبل ما أبدأ بحل السؤال شنو عدكم مواضح بهذا الحجي شنو عدكم مواضح أستاذ نعم أبراهيم أستاذ هنا يتحرك الجل بطولة هو 1.8 نعم يعني مو يتناقص يعني هذا يصبح سالب ليش يتناقص يعني DX على DT يتناقص قصدك يكون سالب لا يعني مو يعني ملاحظة قلنا إذا يتناقص أو موكتعل يكون سالب لا 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 لقلنا ابتعاد أو تزايد موجب موجب اقتراب أو تناقص سالب إذا يكبر موجب وإذا يصغر سالب هذا الرجل إش داي يقول لي السيناد يقول لي مبتعدا عن العمود يعني داي يكبر هذا الظلع داي يكبر لو داي يصغر داي داي ما طول داي يكبر موجب أخاب بالامتحان أقول لك الرجل يقترب من العمود فإذا قد لك يقترب من العمود بسرعة 30 انت راح تقول لي dx على dt يساوي سالة ب30 واضح كل ما يبتعد الرجل عن مصدر الضو ظل يكبر وكل ما يقترب الرجل عن مصدر الضو ظل يصغر اذا صار جو مصدر الضو مباشرة الظل ما ترح يختفي بعد هسه هنا خلي نبدي بالفرضية شن الفرضية احنا قلنا فرض المتغيرات باسماء معينة اش راح اقولي هنا اكتبوا اياي نفرض البعد بين الرجل وقاعدة العمود هذه اسميها x ونفرض طول ظل الرجل هذه راح اسميها y اذا الخطوة الاولى تقول فرض المتغيرات باسماء معينة اذا هذه فرضتها الخطوة الثانية تقول ايجاد علاقة بين المتغيرات اريد وياي الرؤوس ستسميها هسه هذا خلي اسمي اي هذا خلي اسمي بي هذا اسمي السي هذا خلي يكون اسمي دي وهذا خلي يكون اسمي اي المتغيرات سميتهم يعني راح يكون عندي من تشابه المثلثيين اذا راح تكتبوا من تشابه المثلثيين من المثلثيين اي بي سي ويا ال اي دي هسه اريد طالب منعدكم يقول لي انا راح اختار طالب او تريد ترفع عيدك وتجاوب ماك مشكلة اذا اريد واحد منكم يقول لي هذا التشابه احنا ماخدين ملاحظة اذا تشابه المثلثان تناسبة اطوال اضلاعهما يعني منه يساوي منه نعم علي سلام نعم استاذ نعم استاذ السي سي بي نعم يساوي اي دي السي بي يعني معناها واحد بوينت ثمانية واحد بوينت ثمانية على سبعة بوينت ثمانية خوش حاجي على سبعة بوينت ثمانية هذا شي قابل اي استاذ هذا قابل اللي هو مثلا نفوض هذا واي يعني واي اللي هو ظل الرجل على شنو واي ظل الرجل على على هذا الشبير استاذ اللي هو من واي زاد اكس عفية اذا هذا واي زاد اكس اذا عاش تيدك جيد جدا اذا هنا قل لي هنا علي يقول لي ارتفاع الصغير على ارتفاع الكبير اللي هو واحد بوينت ثمانية على سبعة بوينت ثمانية يساوي قاعدة الصغير اللي هي واي على قاعدة الكبير من قاعدة الكبير هذا كل قاعدة الكبير زيان منا الى هنا اكس ومنا الى هنا واي اذا صارت صارت اكس زائد واي بعض الطلاب بدا يتوهم دا يقول لي واحد بوينت ثمانية على سبعة بوينت اثنية دا يقول لي يساوي واي على اكس لا دير بالك الاكس هي مو ظلع بالمثلث الاكس هي مو ظلع بالمثلث الظلع القاعدة بالمثلث الكبير من هو هو اكس زائد واي هسه صعوبة السؤال هي بس هنا طبعا بإمكانك ان تقول لي واحد بوينت ثمانية على واي يساوي سبعة بوينت اثنين على واي زائد اكس يصير يصير اقول سبعة بوينت اثنين على واحد بوينت ثمانية يساوي واي زائد اكس على واي هم يصير نعم احمد ساد جن نقدر نقول مكان الواي نقول اي بي وبمان كان الواي زائد اكس نقول اي دي اي مواني شنواني على الفرضية الاي والبي والسي والدي والإي هذي ما دخلت بالفرضية هذي بس رؤوس اسماء الرؤوس انا دا اريد التشابه يكون بدلالة الفرضية الفرضية ماتي بدلالة منه صارت صارت بدلالة الاكس والواي على مود استفيد من الدي اكس على دي تي حتى استخرج الدي واي على دي تي وإلا اذا اريدت اقول اي بي زين ما استخرج الدي واي على دي تي يعني الحل سيكون شوية اطول وهذه الفكرة هسه ايش رح يصير عندي شلون اقسم عشري على عشري بالخامس ابتدائي شلون ما اخذيها اول شي توحدون مراتب هي المراتب موحدة بعدين الغي الفوارز يعني رح يصير عندي ثمنتعش على ثنين وسبعين بيها وربع يعني هذا رح يصير عندي واحد على اربعة يساوي واي على واي زائد اكس هسه شنو الاخبار السعيدة اللي رح توصل رح اقول طرفين يساوي وسطين يعني معناها اربعة واي تساوي واي زائد اكس احول الواي الى الطرف الاخر يعني رح يصير ثلاثة واي تساوي اكس هذا رح اشتقل لذلك بهذا السؤال التشابه رح يشتغل علاقة اساسية السؤال المخروض التشابه علاقة ثانوية وقانون الحجم علاقة اساسية ولكن سؤال ظل الرجل التشابه رح يكون علاقة اساسية يعني رح يصير عندي يؤدي الى ثلاثة دي وي على دي تي يساوي دي اكس على دي تي حسا رح اجي اعوض ما احتاج علاقة ثانوية بالسؤال لان دي اكس على دي تي معلومة رح استخرج دي وي على دي تي يعني رح يصير ثلاثة دي وي على دي تي هذا رح يساوي ثلاثين يعني معناها يؤدي الى دي وي على دي تي يساوي ثلاثين على ثلاثة اللي هو عشر متر بالدقيقة اذا هذاش رح اكتب عليه هوش يريد مني بالسؤال يريد مني معدل تغير طول ظل الرجل اذا انا رح اكتب معدل تغير طول ظل الرجل اذا سؤال الكتاب انتهينا من عنده وهذا السؤال جاي بالوزاري مرات ومرات عديدة يعني هنا لو اجي اباوع المرات اللي اجي بيها بالوزاري ما جاي هواية فقط جاي بالالفين واثنى عش والفين وثلاث عش والفين واربوط عش الفين وخمس طعش تمهيدي وتكرر الفين وخمس طعش دور اول وتكرر الفين وخمس طعش دور ثاني ولكن سووا الرجل قصره سووا واحد بوين ستة والعمود قصره سووا ستة بوين اربعة بحيث رح يطلع عندي نفس الجواب اذا هنا اتكرر ايضا بالمرة الاخرى هذه الملاحظة رح نأخذها بعد شوية اذا هنا اتكرر الفين وخمس طعش دور ثاني ورح يطلع نفس الجواب نعم منو عنده استفسار هنا اكيد ضجت اكيد ضجت ليش اي لان نصا يعني هنا من ده ييجي في نفس السنة ييجي ثلاث مرات والثلاث مرات مرتين منهم نصا والمرة الثالثة صار به تغيير بسيط اذا هنا السؤال اكيد ما يليق بمقامكم حتى يليق بمقامكم اريد تكتبون ملاحظة يكمل توصل حل لا كمل الحل مالتكم وكتبوا لي ملاحظة لو طلب في السؤال ايجاد معدل تغيير طول ظل رأس الرجل بالنسبة للقاعدة سيكون الجواب هنا لو طلب اذا هنا خلي ازغر هذا الحل مالتنا اذا هذا الحل الرئيسي اذا هنا لو طلب في السؤال ايجاد معدل تغيير طول ظل رأس الرجل يعني ليس طول ظل الرجل طول ظل رأس الرجل بالنسبة للقاعدة اذا سؤال الكتاب يقول لي جد معدل تغيير طول ظل الرجل فالله هذه افتهمناها دي واي على دي تي لكن اذا يقول لي جد معدل تغيير طول ظل رأس الرجل لست شوي يركز وياي هنا الرجل كله هو هذا هذا هو الرجل الظل ما سيكون في الصورة هذه ظل الرجل هنا ولكن ولكن رأس الرجل هو هذا سيعتبر نقطة ظل الرئيس وين سيصير سيصير هنا زين يقول لي بالنسبة للقاعدة يعني المسافة مننا إلى هنا يعني يعني يريد مني دير دي أكس زائد وي على دي تي إذن هنا قال لكان الجواب ما سيكتب يعني يضاف تكتبوا إياها يضاف للجواب السابق أو يضاف للحل السابق الخطوة التالية الحل السابق كلها عيدة نفسه يضاف للحل السابق الخطوة التالية سيقول دي أكس زائد وي على دي تي شي ساوي دي هو شنو دي مشتقة والمشتقة تتوزع على الجمع يعني رح يصير دي أكس على دي تي زائد دي واي على دي تي زيان الدي أكس على دي تي هو ناطني ها ثلاثين الدي واي على دي تي أنا حسبتها عشرة إذن رح يصير الجواب أربعين متر بالدقيقة إذن هذا أربعين متر بالدقيقة طبعا هذه الفكرة لحد الآن مواردة بالوزارة نقول إن شاء الله تيجي بالوزارة فإذا قل لك جد معدل تغير طول ظل الرجل خلاص طلع عندي عشرة إذا قل لي جد معدل تغير طول ظل رأس الرجل بالنسبة للقاعدة نفس الحل السابق ورح أضيف لهذه الخطوة طبعا أكو طريقة ثانية اللي هي موجودة عندك بالملزمة ماكو داعي على مدمع حل السؤال حل ثاني يعني أضيف للحل السابق الخطوة اللي موجودة أمامك بعد حتى أنهي هذه الجلسة عندي مجال دقيقة وأربعين ثانية أريد أنبهك على أمر مهم جدا مرة يقول لك رجل يسير على خط مستقيم ومرة يقول لك رجل طوله 1.8 يبتعد عن حمود إذا يقول لك طوله أنت ترسم على شكل مستقيم وإذا ما قال لك طوله ترسم على شكل نقطة فتكتب لي ملاحظة هامة جدا اكتب لي ملاحظة هامة جدا شي تقول ملاحظة أي مجسم يعلم ارتفاعه في أسئلة المعدلات يعامل معاملة المستقيم وإذا لم يعلم ارتفاعه يعامل معاملة النقطة إذا إذا قال لك مثلا سيارة تسير بسرعة 40 كيلومتر بالساعة أنت ترسم ها نقطة قال لك سيارة ارتفاعها 2 متر تسير بسرعة 40 كيلومتر بالساعة أنت ترسمها مستقيم إذن الوقت انتهى لهذه الجلسة هس رح نأخذ استراحة 5 دقائق وأدزلكم رابط ثاني لتكملة ما تبقى من المحاضرة ترجمة نانسي قنقر